بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بزراعة الاسطح المنزلية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة بازن الله تعالى بنتكلم بقى عن ايه عن الطربة الطربة يعني ايه الطربة يعني المهد اللي هنحط فيه النبات بتاعنا الطربة ديت لازم تكون ايه لازم تكون خالية من الاملاح دي رقم واحد دي رقم اتنين انك ما تجيب ليش الطربة مثلا من اراضي قديمة طنية فيها مصابة بنيماتودة اه او فيها اه مسببات امراض جزرية زي ايه زي الاعفان اللي بتعمل لنا مشاكل في الزرع بتاعنا وبنرجع نزعل اه وبنقول الناس ما قالت لناش تمام طيب اه في عندنا كم طربة والله فيه طربة رملية مش عايز اخصل ادخل في تفاصيل جمدة عشان ما اه المعلومة توصل ومتعيبش الراجل اه اللي هو متابع معايا تمام فيه طربة رملية تمام وفيه ايه كمان وفيه طربة طميية اللي هي بتاعة الدلتاني الغربية والمنوفية والاليوبية حتة الحلوة دي مفيش اي مشكل فيها في الاراضي بتاعتها ان احنا ناخد منها طربة ولكن اه افضل الطربة ايه يا جماعة والله هي شايف النبات اللي قدامك ده هو تمام التمام طب نزل تحت نشوف الطربة ايه ده رملة بيضة اه دي رملة بيضة ديت ما طلع عنا النبات الممتاز ده هو والخراطيم اهيات بنروب التنقيط ماشي انا بكلمكش على اسطح منازل ولكن بكلمك على اه واقع انت شايفه قدامك اهوت في البيت كلته تمام فا اه بنتكلم عن اه التربة الرملية ازا في التربة الرملية تجود في زراعة المنازل اسطح المنازل طبعا تجود وتجود وتبقى زي الفل كمان اه ليه لان التربة دي تجمع المسام بتاعتها واسعة تمام اه بالتالي طالما المسام بتاعتها واسعة ازا في التربة الرملية اه بتكون اه الصرف بتاعها جيد اي مية زايدة عن حاجة النبات بتتصرب اه الجزور بتتنفيز زيها زي البني ادم بالزبط ولو حصل ان المية كانت كتيرة فبتعمل لي مشكل اه في اه ان الجدر اه بيتخنق نتيجة سوق الصرف وبيعمل لي مشاكل فيه ان النبات ممكن اه ينفل الظهر بتاعه وتحصل لنا مشاكل كتيرة طيب التربة الرملية دهيا كويسة ايوة كويسة جدا لحاجة زي الخيار لحاجة زي الكوسة لحاجة زي اه الطماطم طبعا اه جميع المحاصيل يا جماعة از لم تكن كلها بتجود في الاراضي الرملية تمام طيب معنى كده ايه معنى كده ان الجماعة بتوع مدينة نصر ممكن عنده الطب الرملي كده يروحوا يجيبوا اه رملة عادي من اللي موجودة هناك رملة هي تمشطينة هي بكررها مرة تانية اه ازا فالجماعة بتوع كفر الشيخ ممكن يطلعوا على الطريق الساحل ويجيبوا اه رملة عادية ويعملوا منها تربة اه يعني ممكن اه يعني اه ممكن الجماعة بتوع كفر الشيخ يروحوا الطريق الساحلي وياخدوا اه تربة منه مفيش اي مشكلة خالص اه ممكن الاخوة اه اللي هما اه بيطلعوا على الطريق مصر اه اسكندرية الصحراوي اه يعبي من الصحراء اللي هناك ديت التربة بتاعتها كويسة جدا مفيش اي مشكلة خالص ولكن لما يعبي القصص بتاعته هي ريت يغسل مرتين اه الرملة يعني يزود المية عليها بحيس ان هي اه تتغسل من لو فيها اثار املاح او حالة تمام اه اه او شكرة الرمل ممكن بيتها في مية والصبح يطلعها وهي زي ما هي الشكرة كده بيتها في في تنك مية او في برميل مية ويشيلها الصبح اه من البرميل ينشرها ينشف الرمل فيها يبدأ يزرع فيه تمام التمام ما فيش اي مشكلة خالص يبه هو المية اللي حط فيها الرملة ديت عملت اي عملت غسيل عملت ليشنج لي اه اي اثار ملوحة اه موجودة في الرمل اللي هوت والامور بقت معه تمام طبعا الرملة تتزارع كده لا طبعا مش هتتزارع كده نشوف مع بعض هنعمل مع الرملة ايه اه قبل ما انحطها في القويات بتاعتنا او احطها في القصص نشوف احنا هنعمل معها ايه عشان دية مبادئ اه زراعة الاسطح مبادئ زراعة الاسطح تمام تمام بنكمل بقى جماعة القصة التربة تربة دي رملية اه والتربة الرملية معروف ان هي فقيرة في المادة العضوية اه بنحطها منبيتها ليلة في المية اه في شوال سيزل كده اه او في شكار سيزل بنبيتها اه بحيس ان هي كل الاملاح اللي فيها اه تنزل اه من عندي اه قلت دي متوفرة في اي مكان على طريق نصر اسكندرية الصحراوي الجماعة بتوع مدينة نصر هتقيها اه متوفرة عندك في اه عند طوبة الرمل كده في كل حتة متوفرة اه تربة رملية ممتازهية ما شاء الله اه الساعة المسمة البينية بتاعتها بتكون كويسة فبتديني اه تنفس اه كويس جدا وتهوية للجزور كويسة جدا فالجزور بتتطور بدون اي مشكلة في التربة دهية بخلاف التربة الطنية التربة الطنية بتتميز فعلا بان هي فيها عناصر غزائية كتيرة ولكن التربة الرملية بتتميز بالتهوية الجيدة والمية الزايدة بتصرف منها اول باول زي ما حضرتك شايف كده اه بتلبس القفاص بتاعك انت والمدان مفيش مشكلة او تنزله تزبطوا الدنيا ديا مفيش بيت اوروبا على فكرة بيخلاف من ملحاجات دهيا ولا بيخلاف من الزراعة الاسطح او الجاردن حديقة منزلية صغيرة كده اه شايف الرملة ديا حاجة ما شاء الله ده تربة محترمة جدا في اي حتة هتلاقيها عندنا في مصر ما شاء الله مصر الرده كلها كويسة بصراحة بعد ما بتبدأ في التربة ديا بتضيف عليها المادة العدوية ممكن تكون شاكل يعني سبلة الدواجل او سبلة الاستبل احنا عندنا هنا سبلة بتاعة اغنام ممتازة جدا برضو بنضيف عليها الكل عشرة اه كل عشرة سطل زي اللي انت شفت ده بنضيف عليهم واحد ونص سطل مادة عدوية بحيش تكون في اه حالة اه خمستاشر في المية كده او حسبتها مادة عدوية او ارجانيك مطر بنبدأ نضيف لها مطهر اه فطري زي لحضرتك شايف ده هو اللي هو اه عبارة عن توبسين منضيفه نصرا على اله بحيش لو في المادة العدوية فيها اي مسببة امراض ولا حاجة ما يحصل ليش موت البدرت بننصر عليهم زي ما كده تمام اه بننصر المادة اه التوبسين المادة المطهرة بحيش ما يحصلش عندي اي عفان جزور او اه سقوط للبادرات اللي هتطلع عندي بادرات يعني اه ده حديد وده منجنيز وده زنك حديد اخو منجنيز ده زنك اه اه ده كل واحد فيهم على الوحده اه 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 عشرين اه ا اه خمستاشر اه 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 من كل واحد فيهم على الكمية اله احنا هطناها عشر اصطل دول اه ده بقى اه اه بدا ما نحط كل حاجه الوحده شركة تريد كور برايحة خالص واعملت لنا اه بمراكب فيه كل العناصر الغذائية عشان ما تقرفش نفسك تمام حطيت لي كل العناصر الغذائية في اه حاجة واحدة فممكن بناخد من دول اه في حدود خمسين جرام وبنضيفهم على الكمية دهيا وبدل بقى ما جيب سوبر واسلفة وكلام من ده كلته انا بناخد اه عشرين 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 من الشكارة اللي انت شايفها ديت متعدلة انا بخفف عليك وبقولك عشرين عشرين مرة واحدة غير هناك ما بنحطه اه سوبر لوحده ومتاسيهم لوحده واسودت لوحده لأ احنا هنا بنضيفهم اه بقولك هات عشرين عشرين عشان بدل ما تشتري من كذا ما كان اهو عشرين عشرين وخلاص بنضيف الحديد والمنجنيز والزنك زي ما انت شايف كده خمسراشر جرام خمسراشر جرام خمسراشر جرام تمام ممكن الحديد يزيد مني شوية مفيش مشكلة خالص ان الحديد مفروض يكون زايد شوية تمام بحيس ان العناصر الصغرى دي يا جماعة ما يحصلش ايه النقص بتاعه وبنصرهم زي ما حضراتكم شايفين كده تمام او ممكن اخد من التريد كورب مرة واحدة اخد لخمسين جرام واضيفهم مرة واحدة تريد كورب من شركة تريد كورب دي عناصر صغرى متخصص ده عناصر صغرى اللي عضرتك شايفه في الشكارة دي اللي هو ده ايه النق wines منيج في الآن واخد لنا مية وخمسين جرام لميتين جرام على اللي الياه لربع كيلو مفيش مشكلة برضو يعني العملية مشوجه ايه سوف نقلب ثلاث اربع مرات لحد ما يحصل تجانس للطربة مع المادة العضوية مع العناصر الكبرى او العناصر الصغرى ومعروف يا جماعة ان النبات بيحتاج لعناصر صغرى وعناصر كبرى العناصر الصغرى سبع عناصر والكبرى بتكون تسع عناصر منهم ثلاثة بيمتصهم النبات من الهوى والمية اليدروجين والاكسجين والكربون والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيام والماغنيسيام والكابريت والكالسيوم دول عناصر كبرى والفرق بين العناصر الكبرى والعناصر الصغرى قلت ما فيش فرق بينهم قبل كده غير ان الدول بيحتاجهم النبات الكبرى بيحتاجها النبات بكميات كبيرة والصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة ياريت حضرتك ولو المدام شغلة معاك ما تحاولش تستفزيه عشان فيه الات حدة موجودة وزي ما فيه الات حدة موجودة في الزراعة كتير فيه فاس فيه مصطرين موجودة هوت فيه حاجات كتير يعني ممكن تروح ضحية زراعة الاسطح يعني بنقعد نقلب كده لحد تمام التجانس يا جماعة 3-4-5 مرات قلب لحد تمام التجانس بحيس ان التربة كلها تكون متجانسة مع بعضها ما فيش اي حاجة كده يعني في مكان دون الاخر اهو بنقعد نقلب لحد ما لحد ما بنخلي التربة كلها تمت التجانس بالمصطرين وبنلبس القفاص برضو عشان ما نتحقل اهو بنماء